تزييفاً لوجه العراق قد يحدث أن ينجب الدخلاء عهداً جديداً من سرقة اسم الحقيقة ومصداقيتها وهذه حرب تشنها أصابع الخفاء ببضع ضراهم معدودة كيف لا وهي الرخيصة بلا ثمن تحاول التشويه أو التشويش مستغفلة عقل المشاهد العراقي على وجه التحديد ومن جديد يحاول بعض المخربين المفبركين للحقائق أن يضعوا شعار قناة التغيير في أعلى الشاشة على مقطع فيديو مفبرك لحرف المشاهد عن الحقيقة فيما هي الحقيقة الثابتة أن شعار قناة التغيير هو الحقيقة بالصوت والصورة ولا مجال للتشكيك ربما قد يحدث هذا على يد عابث جاهل وكل ما يحتاجونه للعب باسم التزييف والفبركة أن يأتوا بسهم ويلصقوا شعاراً أو يحذفوه ولا يمكن لأي متزن أن ينظر خلفه إلى من يحيك التزييف المقصود لكن لأن العراق أسمى غاية والرسالة لأجل الإعلام الحر هذا نهج قناة التغيير ولأن الحقيقة الثابتة هي منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فلك أيها العراقي والعربي والمشاهد في كل أنحاء العالم أن تعي جيداً منصات التغيير وشاشتها في نقل رسالة الحقيقة وهي التي تقف مع الجميع على خط واحد وثابت دون لغة التسقيط أو التنقيط أو الترقيط كما هو تعبير المفرغين من لغة عربية أو خبرة صحفية ويليت أنهم ينجحون في التزييف حتى في تزييفهم وفبركاتهم لعب على العقول أما الطيف السياسي بكافة مكوناته فهو الذي يعرف جيداً أن قناة التغيير مستمرة في نقل الحقيقة دون تجريح أو إساءة دون مواربة في الكلمات ودون تزييف للشعارات لتبقى التغيير شاشة العراقيين في الداخل والشتات صورة واضحة وكلمة صادقة ولسان لا يبدل ومنبر لا يميل كما تميل بعض وجوه التزييف والتزوير